اقشوط المحليات الاصائي اللي يعلن عن بطل جديد في اول منافسات وختاميات هذا الموسم المميز الجميل ختامي تمهيد المرموم لهذا الموسم 2016-2017 كما نشاهد ونتابع اطلالة هذه الشعارات بكل نشاط وبكل حيوية ووجود هذه الاسماك كما عهدناها دائما في طليعة المتحدين وفي مقدمة المتنافسين نقترب من صدارة الشوط ونقترب من المركز الاول كما نشاهد شعار هجن العاصف هنا يقدم لنا صغان بقيادة المضمر غيات الهلالي ومن يحتل صدارة هذا الشوط وينتزع المركز الاول بينما المركز الثاني لمح البصر مروا عبر كل خطر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعملية التضمير تعود الى المضمر سعيد بن محمد بن مرشد هو الان من يسير الى ثاني المراكز ننتقل الى المركز الثالث المركز الثالث وصل للطام لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري هو من يتابع في عملية التضمير والتدريب ننتقل مباشرة الى المركز الرابع هناك ودعان يتواجد في المركز الرابع لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم ليأتي هنا غانم بن مصفر بالقوبع في عملية التضمير والتدريب وسادس او خامس المراكز هنا يتقدم شاهين لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي بينما بخيت بن سالب المسافري في عملية التضمير والمركز السادس وصل الزعيم من هجن العاصفة ليأتي غياث الهلال في عملية التضمير والمتابعة اما المركز السابع المركز السابع هناك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يلا يا كبتن المضمرين روح الى مقدمة الشوط المركز التاسع هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يأتي مليح وفي عملية التضمير والتدريب عن نصر يضمر احمد بن سلطان بن رشيد السويدي والمركز العاشر يتقدم للطام لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن سعيد بن الغافرية في عملية تضميره وتدريبه هكذا هي النتيجة هكذا هي الأسماء الحفل الكريم اللي حضرت في الشوط وراحت بالتنافس إلى مقدمة البداية أما المركز الأول لا زال صغان صامدا على مقدمة هذا الشوط ليبدع ويستمتع به الجماهير بأداء شعارات وشعار هجن العاصف حيث حل وحيث كان ليبدع ويستمتع كل الجماهير المحبة وكل الجماهير المتابعة لهذا الشعار في كل المواسم المنصريمة والقادمة أيام المستقبل الجميلة أي بينما في عملية تضمير صغان غيات الهلال ننتقل إلى المركز الثاني هناك يتواجد لمح البصر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يأتينا سعيد بن محمد بن مرشد ليقدم لنا هذا الاسم مرة أخرى في تنافس هذا المساء ننتقل إلى المركز الثالث المركز الثالث هناك يتقدم للطام لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في عملية تضمير وتدريب أما المركز الرابع المركز الرابع يتواجد ودعان لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم وغانم بن مسور بالقوبع هو من يتولى عملية التضمير والتدريب يحل في المركز الرابع المركز الخامس وصل الآن الزعيم لهجن العاصف يتقدم الزعيم بينما مشاهدين الكرام في عملية تضمير غياث الهلالي يحتل المركز الخامس المركز السادس هناك النصر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي هذه الأسماء القريبة من بعضها البعض لكننا نعود إلى مقدمة شوت ولمح البصر مروا عبر كل خطر الله يا ذاك الزمان اللي حمل اسمه بوه وراح في ميادين السباق الله 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 هنا يعود من جديد هذا الأسم إلى ذكريات المواسم الماضية إلى ذكريات قديمة لمح البصر مروا عبر اسمه شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ويأتي المضمر المتعب الصغير هنا سعيد بن محمد بن رشد صاحب نقطتين رئيسيتين في هذا المساء وتوقيت كذلك من الأربعة كيلومترات متفوقا متقدما لكن أرى الفميتين وأرى هناك هجنة العاصفة تقدم صغان 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 لهجنة العاصفة المضمر غياث الهلالي في هذه اللحظات في تنافس في تحدي أشوف التحدي وين أشوف التحدي يروح وين بين الشعار الأزرق والشعار الملكي في تنافس مستمر في تنافس مستمر على أرضية الميدان لكن لا يزال لمح البصر وكذلك صغان مروا عبر نشوف التحدي الأخير نشوف التحدي المثير ولمح البصر لا يزال على المركز الأول اسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم بينما في التضمير يأتي سعيد بن محمد بن مرشد على مقدمة الشوط لكن هناك صغان هناك صغان لهجن العاصفة بقيادة المضمر غيات الهلالي والتنافس لا يزال على شدة لا يزال على شدة نشوف اللحظات الأخيرة من يستمر والبقاء دائما الله يلاترك الهاترك 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 يسجل مشاهدين الأعزاء هنا مع هذا الشعار وكذلك مع المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مرشد يتقدم وينهي هذا الشوط لصالح ها هو مشاهدين الأعزاء لمح البصر مروا عبر كلا خطر كلا خطر ها هو مشاهدين الأعزاء لمح البصر ينتزع المركز الأول ويسيطر سيطر كامل بشعار سمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم تهانين والناموس على هذا الفوز والانتصار هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية تهانين بينما المركز الثاني صغان من هجن العاصفة المركز الثالث النصر لسمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم رابعا الزعيم لهجن العاصفة بينما المركز الخامس لحظات الوصول ودعان لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم هنا يحبل الكريم من نتيجة لهذه المراكز الأولى المتقدمة حيث صارت تحديات الشوط ولمح البصر هو من اختصر المسافة إلى طريق النجاح وإلى صدارة هذا الشوط التوقيت الزمني سبع دقائق سأربعين ثانية أربع عشرين جزء من الثانية تانين ونموس لسمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم تانين للمضمر سعيد بن محمد بن راشد بينما منحلف المركز الثاني في هذه الانطلاقات صغان لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي حيث انتزع المركز الثاني بسبع دقائق أربع واربعين ثانية جزءين من الثانية تانين ونموس على هذا الانطلاق وهذا التحدي الجميل والمثير بينما المركز الثالث مشاهدين الكرام منحلة في هذه الانطلاقات النص لسمو شيخ حمدان بن رايد المكتوم قطع المساة في سبع دقائق أربع واربعين ثانية أربع وعشرين جزء من الثانية تانين لأحمد بن سلطان بن راشد السويدي